السلام عليكم كيف عاملين تنتمنى كاملين تكونوا فصحة جيدة مرحبا بكم مرة اخرى في القناة وشكرا لكم وشكرا على الدعم ديالكم وشكرا على البرتاج ديالكم لفيديو ديالي ولكنت اول مرة تتشوفوا القناة ديالي بغيت نقول لكم مرحبا والف مرحبا و اليوم ان شاء الله غايكون موضوع جديد السؤال كيف ما قلت لكم دي تنجوبة للاسئلة ديالكم في فيديوهات اللي 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 قدر يستفد منها كل شي وحد الاخت كانت سولتني على شي وليد ديال هفصل المراهقة وسولتني على شي ديو دوران اللي ممكن اللي هيستعمل لان الافرازات ديال العرق دياله كتيرة وتتسبب ليها ازعاج وتتسبب لي ازعاج وبغيت شي ديو دوران اللي تصلح لي اليوم البنات انا اللي عندي في في الصيدلية هي ديال غوجي كافاييس هذه البنات بنسبة للرجال راها فيها هاد القام كاملة هي في الحقيقة ما معروفاش عندنا في المغرب ما معروفاش بزاف ما تياخدوهاش الناس بزاف اغلبية تياخدو شي تياخدو شي حاجة اخرى ولكن هذه ما معروفاش عندنا مع العلم انها زوينة بزاف انا شخصيا من الناس اللي تنستعملها في الحقيقة كانت تجيبها لي الصديقة ديالي من الفرانس وهو ما تيستعملوها بزاف ومعروفة في الحقيقة في اوروبا بزاف كتر من المغرب مغرب ما تيستعملوهاش بزاف هاد القامة البناترا في هادي جال نتوايوم في هادي جال انتيم فيها موزيلة العرق للرجال والنساء غزالين 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 بمعنى الكلمة يعني ما فيهمش لمواد ضارة ما فيهمش ما فيهمش مواد مصرطينة ما تيديروش حساسية فغمو زوينين بزاف وهادي اللي تنبيه اللي كم دابرة خاصة بالرجال غتشوفو فيها اوم خاصة بالرجال وكين كدلي كالي صبخاي وكينها كالي استيكو كرامي تتبقى معانا 48 ساعة كيف ما تتشوفو زوينة البنات ما فيهاش الالكول ما فيهاش الاليمينيوم يعني ريحتها منعشة ما تخافوش منها الناس اللي تيخافو من الموزيلات العرق اللي تيكون فيهم الريحة البنات هادي تتطلح البشرة اللي تتكون عندنا حساسة حيث كينين الناس اللي ما تيقدروش يستعملو ديودغون تتكون الجلد ديالهم حساس او تيخافو انهم يديروش ديودغون ودلهم او تدلهم او تدلهم حمارة او تدلهم هادي راها زوينة زوينة عن تجريبا انا شخصيا مجربها مجربة سبخاي ديالها ومجربة اللي بحل هادي ديال فام تهي بحلها كاستيك تهي فيها ديال النساء وصراحة تدريها تتنسيش حاجة اسمي تعرق هو الموزيل ديال العرق راكينين بزافو كينين عديدين وحنا الله يهدينا اه سفيح تنبعون مشيونا ناخدو هاداك موزيل العرق اللي ديما تمشو نشوفو الريحة ديما فاش يبغي الانسان يمشي ياخدو هاداك موزيل ديال العرق خاصنا نشوفو المكونات ديال هاداك الموزيل خاصنا نشوفو تكون اول حاجة ما يكونش فيه الالكول وما يكونش فيه الاليمينيوم البنات فيما تبغي تمشي مشيتي عند الباغا مشيتي المرجان فيما مشيتي بغيتي تأخذو هاد موزيل العرق ما تبقوش تشوفو ليالبنات في الريحة دياله راح بعض المرات لوليدة الصغار وللنساء منتا تكون فيهم ريحة مجادة وتيكون هاداك التعرق مجهد راحكم عارفين التعرق تخرج مع هاداك الاملاح وذيك الاملاح إلا بقتلنا في الفج السطح ديالها كتتولي بكتيريا وبزافت الحوايج وتنزيدو نديرو شي موزيل العرق ليتيكون المواد ديالو ماشي زوينين تيكون فيه الالكول تيكون فيه الاليمينيوم راح تتزيد هاداك المنطقة تتزيد تعفلينا وذيك المنطقة تتزيد تعطينا رائحة اللي كاريها ماشي مزيانة كيف قلت لكم فيما تبغوت بشو تشوفوا تاخدوا شي موزيلة العرق خودوا يكون مفيش الالكول للبناس ويكون مفيش الاليمينيوم الوليدة الصغار اللي تكونوا صالحة الهدا الوليدة الشباب اللي تكونوا في سل المراهقة كده اللي كارها صالح ليهم تياخدوه بزاف ده بمؤخرا انا وليتا نخرجو كونساي الهكا اللي وليدت اللي تتكون راكم عارفين في فترة ديال المراهقة تتكون ديك نسبة ديال التعرق كتيرة وانا اتعمت اني نيت نحط لكم فيديو عليه لانا راكم عارفين ده بفصل الصيف را تتكون نسبة ديال التعرق كتيرة بزاف كتر من الفصل ديال الشيطة اللي بغي ياخدوه البنات لكم ما غا تندموش عليه فغامون زوين من بعد ما تنحلوه را تيبقى صالح 12 شهر ولكن احنا اكيد غا نستعملوه ما غا ديش نخلي عدنا اكتر وتيدي حشي هذا اللي كريمي يعني تيديك مدة طويلة بحكم تجربتي انا تيديك مدة طويلة يعني فهمتو؟ والبنات اللي تيقول لك احنا ما بغي ناش تنعي يوما ناخدوه في موزيلة عرق ولكن ولنا نتخوفو اننا ناخدو حد موزيلة عرق لانه تيدي لنا ولسيس تيدي لنا حكا البنات راه تتطريقة الاستعمال دي الموزيلة العرق رخصنا نعرفوها راه ماشي غا تديري وحد الموزيلة العرق وتبقي في وحد المدة تجي ديري فوق منه وثاني موزيلة العرق ما تنسحي ما تني طويي ما تشي حاجة راه هادك البلاسة اللي تيخرج لنا منها العرق اي لا احنا درنا لها وحد السيك ولا درنا لها وحد يعني وحد الموزيل دي العرق وسدينا هديك البلاسة من تتسديها وما تترجعيش انك يتنات واي ولا تاخد يدوش ديالك وترجعه وثاني تديري موزيلة العرق تتبقى هديك البلاسة مسدودة وبحالة احنا تنحبسوها هذه البلاسة اللي احنا مثلا انا تمبسط ليكم باش تفهموني هذه البلاسة اللي احنا حبسناها اكيد سوف تنسخ ويقول لنا الانفكتون ويقول لنا احنا تقولوا هاد الديودورون لما جاتش معنا دارت لنا دارت لنا ولسيس الا اللي بنعتراه الطريقة ديها اللي تستعمل احنا خاطعين وما تتمسح متاشي حاجة متاشي حاجة وما تديروش هالبنات الديودورون لان الماسم يكونوا مفتوحين ما تديروش تسدو هادوك الماسم باش هكدا ما تزيدش يدليكم ولسيس يعني البناترا ماشي قديس انها الديودورون بزاف الاخوات يقول لنا مقاش تندير ديودورون لانها تدير ليه ولسيس وحنا لكم عارفين تتسمع ولسيس تيولي التخيول تيمشي سرطان تيهاكا انا هاتشي اللي جبتلكم هادي البناترا هزوينة انا اللي عندي دابة نوريكم هي ديال الوليدات ديال الشباب ما عنديش في الفاغماسي متواجدة ديال نيسا را كينين ديال نيسا را شي حاجة اللي زوينة شي حاجة اللي غا تنسي العرق يمكنك تديريها في الصباح وتأوديها في الليل من مور مثلا ما تنظفي وتدوشي وترتاحي وحد شوية عاد تديروها فغامو تتبقى الريحة زوينة زائد انها تمنيا وربعين ساعة تتشد زائد انها الحاجة تزوينين فيها المكونات ديالها ماشي مكونات ضارة ماشي مكونات مصرطينة ما فيها حتى شي حاجة اللي غا تقدر حتى الناس اللي عندهم قتليكم مشكل الناس حيت كينين بعد الاخوات طريقة ديال نزع الشعر تديريهم بزاف ديال المشاكل كان اللي تتنزع الشعر بلا ساع كان اللي بالنطف كان اللي كل واحد وشنو تيديل هذيك المنطقة تتزيد بعض المرات تهيج هذا البنات را هم ما تخافوش منه اكيد مغيدي لكم حتى شي تهيوجات وعم تجربة خاصة وضايجة اعطيتوا انا لوليدات لفس المرهقة وفغي ما بقوتي ياخدوه لان القوع عليه نتيجة وانا قلت العلاش اللي لا ما نشاركوش معاكم حيت كينين بزاف الاخوات اللي يقدروا ما يكونوش عارفين هاد لامخ عارفين في شي عارفين واحدين اخرين تيتبعو في الصيدريات تمنى في فيديو ديال اليومين الانجاب ديالكم اشتركوا في القناة